جميع جميع عاملين ايه اللي انت شايفه دايما داي طريق تنفس البلازمة العيون الابدية للإفي وان الإفي دا الحقل الاول اللي ابتدى فيه كل الزكاء وكل الخلق دا عنده دا المعندس الاعظم ماشي دا الإفي دا عنده البصمة كلها فانت عايزك تطلب بنفسك الأولية انها ترسل لك سبارك شرارة من الإفي بحيث ان احنا دي طريقة التنفس وعايزك تكرر ها كذا مرة بحيث ان العقل والجسم يحفظ طريقة ترتيب تنقل الشرارة الالهية دي للعيون فانا هشرح لك الترتيب كده بالراحة لما تطلب من نفسك اللي أقول تغطيق هذه الشرارة فيه حتة كده في وسط شكرة تاج ماشي الشرارة دي هتنزل زي فيه دايرة كده في وسط النار كل واحد واحدة مش عايزة أقول اسمها بالانجليزي يعني ماشي الشرارة دي هتنزل فانت تاخدها بالنفس شهيق انت تسحبها من نفسك اللي أقول هتدخل على هذه المنطقة في شكرة تاج تاخدها بالشهيق برضو للعين التالتة في منتصف دماغك الشرارة دي هتنشط غدة روحية اسمها الكاي الكاي ديت هي اللي هتوصل الشموس ببعضها هتوصل الخلق الخالجي بالخلق الداخلي ما علينا يعني فانت حط في دماغك ان عند العين التالتة فيه غدة بتتبيني جديدة اسمها الكاي ما علينا بقى الشرارة هتخش على شكرة تاج في أول واحدة بالشهيق للعين التالتة اللي فيها الغدة الكاي وبعدين تخدها تاني على الأزوري عارفين الأزوري ولا مش عارفينها الأزوري هي شكرة رقم تمانية خلي بالك احنا حط التنفس ده في نص جسمك فانت اعتبر يعني العمود اللي جوه جسمك اللي في نص ده تعبار عن شكل معين معين اللي هو ليه أربع أضلاع او اعتبره استوانة ليها أمام ولها خلف فاحنا دلوقتي بالمنازلين للأمام واخبالك فانت أول حاجة بص كده حتى واحز في الأسهم هنا يعني السهم اللي مين نازل تحت فو ماشي بعدين تخش على الأزوري وبعدين تخش على رقم أربعة حتى اسمها الدي 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 دي تحت السرة الدي دي اللي هي النقطة اللي فيها الشريط الحمض نوي التاني اللي فيها شكرة تنين اللي فيها العلاقات اللي فيها العل البطن اللي فيها الصدمات اللي فيها العواطف اللي فيها كل حاجة متخزنة ماشي والكفار هنا هم اللي بوازوا الشريط رقم اثنين ده وخلونا بالمنظر اللي احنا فيه ده ولعبوا في العضاء التناسولية ودي مش اشكالنا وكمان معلنا دي عايزة شرح كبير تغير في الو المهم ده دي سنتر فانت نازل من فوق بعدين تروح على العصعص وبعدين تنفق الشرارة في العصعص حس هداس حداني الفوق هتروح على رقم رقم ستة هتروح من بعد العصعص هتروح عند طحال فده هرك احنا كده شغالين في ضهر الاستوانا ناحية الشمال من ورا اتفقنا ومن الطحال هتروح على نقطة النقطة شكرا اربعة من الخلف النقطة دي اسمها وينج سبوت ماشي او راس المسلس اللي اللي تحت الواح كتافك لو تعمل المسلس بين كتافك وهب دي النقطة اللي في النص ماشي دي راس المسلس اسمها الواح سبوت وبعدين تخدع تاني رايح على العين الثالثة وشكرة تاج واول ما تطلع شكرة تاج عايزك تنفخ يعني تحبس نفسك يعني ما توصل لغة شكرة تاج تحبس نفسك شوية وبعدين تنفخها اللي هزي الشرارة وعايزك تفهم ان الشرارة دي بقت اللي انها جولدن سيلبر وهي الشمس المركزية الام البلازمة لصاحبة السبع شموس اللي هما والسبع نغمات الاولى الكراياسة ماشي فحضرتك اعمل التمرين ده كرروا واحفظو عشان ممكن توقف الفيديو ولغات ما تحفظ الترتيب معلش النقط دي كلها لازم تنبه لها لعقلك يعني انت نازل من شكرة تاج راح على العنة التالتة والكايجلاند وبعد كده الازوري وبعد كده دي سنتر وبعد كده العصعص ماشي وبعد كده طحال من الطحال لشكرة اربعة من وراء وبعد انت طلع تاني فوق لغاية العين التالتة من التاج طلعها فوق تنفخها تفجرها هتبقى عاملة زي الهالة كده حوالي من رأسك ماشي ودي اول عين يا جماعة اللي متقسم الاربع كزم معاية ماشي المهم حضرتك هتعمل نفس التمرين وانت قبل ما تاخد من نفسك العليا انت هتبص للكود ده كويس جدا جدا واول ما نفسك العليا ترسل الشرارة وانت بتبص كده هتبر ان الشرارة خدت الكود ده وبقت لفته زي الكورة كده جوه عينك التالتة جوه شكرة تاج ابدأ تاني التمرين وقودها بنفس الترتيب وبعد كده في الاخر تنفخ فانت ودي لها ودي لها نغمة ماشي بعد ما تنفخ هتقول النغمة مرة واحدة وتتنفس النغمة دي جوه جسمك وزفير لبرة وترد السطرنا اسمه وعدي وعدي او واحد فانا هحطلكم بقية العيون وهنطق التوم بتاعتها من فضلك كمل نفس ترتيب التنفس مع كل شرارة مع كل تمرين مع كل عين هنحطها مع كل كود بعد اذنك الكود التاني اون فا تي اون فا تي اعمل نفس السبارك هتبص في كويس جدا تحس ان الزكرة هتحفظه ونفسك العليا هتغطيك تخيل نفسك الوان بتغطيك السبارك بتاعت الايف دي والسبارك بتتغلف بالكود على طول اول ما بتسحبها بالشهيق بتخش عند شكر التاج وبعد العينة التالتة اللي هي اللي قدها الكاي وبعد كده الازوري وبعد كده الدي سنتر وبعد كده العصص وننفخها تحد وبعدين نسحب تاني نروح على الطحال نحط شو من منور وبعد كده نروح على شكر اربعة منور الوينج سبوت وبعد كده نطلع العينة التالتة والكايجلانت شكر التاج نحب يستفزنا فوق شوية ونفخها ونفخوا الكود كله والشرارة حوالين دماغك النغم هنا نتقل مرتين خلاص ون فاتي ون فاتي موقتو الوراي يعني ثم جماعة الترتيب التاني أبريا سو أبريا سو اللي عندي يمشي بالترتيب من أعلى وانت نازل وديك عينات حية ودي أشكال تمام ودي ليها حسابات فانت لما تحط جوا الفيلد بتاعك جوا القورة جوا الجسم بتاعك بيفتح العيون نفسك العليا وانت عندك رغبة تتوائم وتحازي كده مع العيون دي مع عيون الله مش مع عيون تانية وقد بقى لك مع عيون الله الأصلية المصدر الأصلي ترجمة نانسي قنقر شكرا